اشتركوا في القناة مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الأشخاص اللي قريبين من أحزاب السلطة من أحزاب الميليشياوية ويتحدث بلغة طائفية خالصة يتحدث وكأنه هو فاهم بالأمور ويريد يعني يعتقد أنه سيحرج الآخرين سيحرج الناس عندما يتحدث بهذه الطريقة ويبيض وجوه من يحكمون العراق ذلك قال أنه لماذا فقط الوزراء الشيعة هكذا كان يتحدث لماذا فقط الوزراء الشيعة هم من ينجزون ولديهم إنجازات كبيرة لماذا الوزراء السنة والأكراد يعني ما لهم صوت ولا لهم أي إنجاز وللرد على هذا بشكل بسيط جدا جدا يعني أولا هي هذه العملية السياسية والحكومات التي تشكل في إثرها هي كلها عملية محاصصة طائفية لكل حزب لكل مكون لكل جماعة لها حصصها ومنتهي القضية وأحددها بريمار في عندما شكل مجلس الحكوم والعملية السياسية كلها قائمة على هذا الموضوع ثانيا أن كل الحكومة هذه وحكومات التي سبقتها من عام 2003 لحد الآن عليه أن يقول لنا هذا الذي يتحدث بلغة الإنجاز ما هو الإنجاز الذي حققته يعني شنو شكل الإنجاز هذا هل قلصت مساحة الفقر في العراق العراقين الآن أكثر من 12 مليون تحت خط الفقر يعني ليس لديهم خبزة تسجعهم في بلد برميل النفط الآن وصل إلى أكثر من 90 دولار فقط في شهر واحد أكثر من 9 مليون يعني قريب 9 مليارات دولار واردات العراق لكن بيفقر بهذا الشكل البلد هو رابع بلد أو ثالث بلد في البطالة بالعالم عدد العاطلين بلد لبي صناعة لبي زراعة مفتوحة للكل سيطرة على دول أخرى ميليشيات تحكمة أمين ما بي سيادة ما عنده قرارات ما عنده القانون ما حاجة ضبطه عشائر تتقاتل فيما بينها بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة ميليشيات مسيطرة على الشوارع ناس مختطفين مغيبين ناس تطلع تظاهرات يقتلوهم شيعة سنة ما العلاقة هذا يقتل إذبح وهذا هو الوضع هل هذا هو إنجاز؟ وعموما لنأتي على الإنجازات التي يتحدث عنها هذا أيضا قبل يعني بعد هذا الحديث ظهر واحد من المرشحين ميليشيات وهو من يسميهم القوة الشيعية والحزاب الشيعية أو الوزارات الشيعية وزير العمل وشؤون الاجتماعي يتحدث كثيرا عن إنجازات وزارته وتفاخر بوزارتها العمل وشؤون الاجتماعي وحكومة وعطاء رواتب للرعاية الاجتماعية وتحدث أيضا هو يقول إنه دائرة الرعاية الاجتماعية اللي هي تابعة إلى وزارته تعطي مليون وتسعمائة وستين ألف أو ترعى مليون وتسعمائة وستين ألف أسرة بمعنى حوالي مليونين أسرة عراقية إذا افترضنا رحنا نعرف المجتمع العراقي افترضنا أنه أقل عدد في هذه الأسر هو خمس أفراد وهذه الأسر العراقية خلي جيبونا أسرة نادرة ما أسرة بيها اثنين وثلاثة من خمسة وحط إيدك مع ذلك نقول إنه الحد الأدنى خمس أفراد فإذن على حديث وزير العمل وشؤون الاجتماعية لدينا عشرة ملايين عراقي لا يجدون خبزة تسجعهم هؤلاء الذين يعتمدون على رواتب الرعاية الاجتماعية هؤلاء لا يجدون كل شيء لا يجدون عملا لا يجدون مصدرا للرزق وبالتالي يعتمدون على هذه الرواتب عشر ملايين شخص هو العدد أكبر طبعا طبعا أتحدث عن فساءة في الوزارة وتركنا من عندها ونحن يعني أيضا نجي إلى سيد الوزير مثل ما أتحدث ويقول إحنا ننطيل حوالي مليونين أسرة نرعاهم رعاية الاجتماعية نطيم رواتب ونساءل كم هي يعني الرواتب التي تعطيها وزارة العمل الشؤون الاجتماعي لهؤلاء الذين لا يجدون خبزا يسجوا عهم ما هي المبالغ وإذا ما طلعتم على المبالغ ستجدون أن الأخي الذي يتحدث بالإنجازات سيعرف ما هو الإنجاز في بلد مثل ما تحدثنا موازناته السنوية أكثر من مئة مليار دولار والوضع بهذا الشكل يقول تقول الإطار توزيع الرواتب هذه الأسرة المكونة من فرد واحد يكون راتبها مئة وخمسة وعشرين ألف دينار أقل من مئة دولار إذا كان عدد أفراد الأسرة يعني بإثنيا راتبها مئة وخمسة وسبعين ألف دينار إذا كان عدد أفراد الأسرة ثلاثة راتبها مئة وخمسة وعشرين ألف دينار وإذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة فما فوق خمسة ستة سبعة تسعة عشرة الراتب مئة وخمسة وسبعين ألف دينار 275 نحن نتحدث على أكبر 275 ألف دينار إذا ما أخذنا سعر الصرف الحكومي وما يتحدثون 130 ألف دينار وما يتحدثون 100 دولار 130 ألف دينار هذه 275 يعني يعدوب 200 دولار طيب هل هذه 200 دولار تكفي في العراق لمعيشة عائلة من خمسة أشخاص طبعا تأتي إلى ما هو خط الفقر يعني ذولة تحت خط الفقر العراق يحتل المرتبة 78 عالميا والثامنة عربيا بأكثر الدول فقرا خلال عام 23 هذا وفقه لمجلة Global Finance المتخصص بتصنيف دول العالم هذه Global Finance اللي هي متخصصة بتصنيف دول العالم من فقيرة من غنية ويقاسي الفقر في العراق خط الفقر في العراق وفقا لمعدل دخل العائلة اليومي ويبلغ بالحد الأدنى ما يعادل 8 دولارات باليوم الواحد للشخص الواحد 8 دولارات 8 دولارات يعني 1040 دينار يوميا لكل شخص 1040 دينار يوميا حتى يكفيه أكل وشرب ونتنقل ولبس وكلها كل هذه وسكين ومعرف شنو كل هذا لخمسة أشخاص 5200 دينار عراقي بمعنى 40 دولار لكل عائلة يوميا طيب شهريا يعني يجب أن يدفعوا لكل عائلة من هذه التي تحت خط الفقر 1200 دولار أحنا جدنا ندفع لهم جدنا ندفع لهم وزارة العتيدة للأخي يسميها نجازات 200 دولار هذه للعائلة الكبيرة 200 دولار أما الباقي أقل من 100 دولار و100 دولار أقل من 100 دولار 1200 دولار يجب أن يدفع لهم ويدفع لهم 200 دولار شون يعيش هذا يعني شون يعيش هذا المواطن يعني شون يعيش خلي يقول لنا هو سكن ما عنده يعني هذه الميتين دولار يجب أن يدفعها للسكن ويدفعها للكهرباء وللمي والخدمات وللنقل واللبس وإذا تمرض ابنه وإذا تمرض هو وتمرضت زوجته ها كلها الميتين دولار ويجيب أكل من عندها وشرب وكذا كل هذا بالميتين دولار هل هذا ما نتباهى به هل هذه الوزارة الشيعية التي يتباهى بها الأخ وزارة الشيعية سنية كردية كل هذه تمثل أحزاب لا يمثلون لا الشيعة ولا السنة ولا الأكراد هؤلاء جاءوا لهذه العملية للمكاسب والخراب والفساد وإلا ما كان وضع العراق بهذا الشكل أكثر من تريليون نصف تريليون دولار وأكثر ضاعت كلها والعراق من سيء إلى أسوأ واحد من أكثر بلدان العالم تخلفا ودولة فاشلة يعتبرونها وأمريكا وبريطانيا التي احتلت العراق توصي مواطنيها بعدم الذهاب إلى العراق لأنه غير آمن هذا وضع العراق لا تحتيلي عن عن سنة وشيعة وكراد ومعرف منه الكل يأتمرون بغوابط العملية السياسية والكل يحافظون عليها لأنها فيها خفزتهم كراسيهم وفلوسهم أما الشعب فليذهب إلى الجحيم هذا واقع الحال ومن يتحدث بهذه اللغة عليه أن يعرف الحقيقة كل هؤلاء لا يمثلون من يتحدثون باسمهم كذبة كبيرة هذه ليس لهم علاقة بهم أبداً لا ارتباط ولا لهم علاقة والدليل أن الجنوب كل الشيعي اللي هم اعتبروا حاضن أقلهم في ثورة تشترين طلع حرق مقرات الأحزاب والميليشيات طرتهم وهكذا بالمنطقة الغربية والمنطقة تسموها سنية والأكراد كارثة كبيرة فأنت تتحدث عن وزراء شيعة وزراء سنة لا حول لا قوة الله بالله يعني وزير الخارجية هذا سوى أن يعني هيبة للعراق واسم العراق ورسالة العراق وعنوان العراق وهوية العراق ما احنا مهزلة بالدول وياهول يجي يأخذ يعني ورج من عندنا مثل ما يقال الأمريكاء من الصفحة والإيرانيين من الصفحة وغيرهم من صفحة وسيادتنا منتهكة ولا أحد يستطيع أن يحترمنا في أي مكان لكن أمريكا بهراوتها جعل العالم كله يتودد إنا ولأنه عدنا نفوته خلي روح النفوت وشوفوا شلون يصير وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة